يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم كالظني التعب وألجأني النصب إلى سنة كران سرقتها من زمن مسرع كالح فوجدتني أناجي فؤادي أيا قلب أما آن لي ولك أن نستريحا فتنهد القلب عميقا وقالها بضحك محطتاني للراحة فقط فراق الدنيا أو لقاء الحبيب قلت إنك تقصد الموت والظهور فأجابني عجباً عجباً وهل هناك غيرهما من المحطات نعرفها أنا وإياك أنتبهت من سنتي أقلب صحائف ذاكرتي كثيرون كثيرون هم الذين مروا من هنا لم يبقى في الدار يا قلب إلا أنت وأنا كثيرون 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 هم الذين مروا من هنا لم يبقى في الدار يا قلب إلا أنت وأنا جف الكلام ما بين لهواتي ولا زال الحبر في قلمي يرسم بعض أهاتي ومن بين عقلي وقلبي تدفقت مناجاتي هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى 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 وإلى متى سلام 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 على الذي ننتظره وسلام على الذين ينتظرونه بقية الله رسالة قناة القمر في فرحة الزهراء إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة من مشاهديها ومتابعي برامجها وهذا هو الجزء الأول أسعد الله تعالى أيامكم نذهب إلى فاصل بدايتنا من نقاط دالة مهمة إنني أقولها لشباب شيعة الحجة بن الحسن اسمعوني جيدا ولو هذه المرة فقط أتمنى أن تتدبر في الحقائق التي سأذكرها لكم مجموعة نقاط سأمر عليها النقطة الأولى الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر والروح واحدة لا نستطيع أن نجرب بها وبعد ذلك نصحح خطأ تجربتنا الغفلة تنسينا هذه الحقائق الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر فلا تهدروها والروح واحدة فلا تجرب فيها إلا أن تتأكدوا في سورة المؤمنون في الآية التاسعة والتسعين بعد البسملة وما بعدها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها الأمر ليس بمزاجه وليس كيفيا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ فصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الدنيا فرصة واحدة لا نستطيع أن نعبث بها إن كنا على حكمة أو كنا على عقل ودراية العمر فرصة واحدة سأضرب لكم مثالا حينما نريد السفر وهو سفر ضروري ومهم وواجب لا بد أن نسافره وليس هناك من وسيلة سفر نستطيع أن نستعملها إلا أن نسافر بالقطار والقطار يقف في محطات عديدة محطة من المحطات يقف فيها القطار ويعلنون عبر مكبرات الصوت من أن المدة التي سيقفها القطار في هذه المحطة لعدد من الدقائق يستطيع الإنسان أن يذهب إلى بيت الخلاء وأن يتوضأ وأن يصلي صلاته الواجب وربما يبقى جزء من الوقت يستطيع أن يشتري فاكهة أو خبزا أو طعاما وبعد ذلك يعود مسرعا إلى القطار فعلى الإنسان الذي يريد أن يتصرف بشكل صحيح أن يسرع في النزول من القطار وأن يقسم هذه الدقائق ما بين الذهاب إلى بيت الخلاء وبعد ذلك يتوضأ وبعد ذلك يصلي وإذا بقي جزء من الوقت يمكنه أن يشتري شيئا مما يحتاجه من الدكان الذي هو في محطة القطار أما الذي ينزل ولا ينظم هذه الدقائق سيواجه مشكلة إما أن يبقى منشغلا في الصلاة وحينئذ فإن القطار سيفوته وإما أن لا يستطيع أن يؤدي صلاته حينما يبقى يتجول في محطة القطار مثلا ينظر يمينا وينظر شمالا ويتفرج على الناس هناك حينئذ سيضيع الوقت الحياة الدنيا هكذا هناك هدف رئيس وهناك أهداف ثانوية بالضبط مثل ما هو هذا المثال حركة القطار باتجاه الهدف الرئيس أن نزول في محطة القطار لأداء الصلاة هذا هدف ثانوي على الإنسان العاقل الهادف في هذه الحياة أن يطبط حركته في تحقيق الأهداف الثانوية وفي الوقت نفسه عينه على الهدف الرئيس أما هذا الذي ينزل إلى محطة القطار ولم ينظم وقته فإما أن يخسر الهدف الرئيس أن يفوته القطار وإما أن يخسر أهدافه الثانوية فلا يتوض لا يصلي ولا يقوم بالذي يجب عليه هذا المثال وأمثلة كثيرة يمكن أن تكون على شاكلته حينما يكون هناك وقت محدد للوصول إلى المطار وهناك وقت محدد للإقلاع لإقلاع الطائرة فعلى الإنسان أن ينظم وقته كي يستطيع أن يصل إلى غايته والأمر هو هو حينما يقدم الإنسان على عمل حينما يقدم الإنسان لأجل الالتحاق بالدراسة الجامعية مثلا هناك توقيتات هناك تنظيم للأمر لا بد للإنسان أن يلتفت إلى هذه التوقيتات ولا بد أن يلتفت إلى هذه المقدمات هذه أمثلة تقرب لنا حالنا مع الدنيا الدنيا هناك هدف رئيس يجب علينا أن نتحرك باتجاهه العاقبة المحمودة هذا هو الهدف الذي يجب علينا أن نتحرك باتجاهه وأن نسير في الطريق الذي يوصلنا إلى العاقبة المحمودة وفي الأثناء في أثناء المسير هناك أهداف ثانوية منها أهداف دينية ومنها أهداف دنيوية فنحن بحاجة لهذه الدنيا كي نستطيع أن نوائم بين أهدافنا الدينية وأهدافنا الدنيوية وإلا فإن الأمور ستدخل في فوضى وفي فوضى عارمة لها أول وليس لها آخر هذا هو واقع الحياة إذا كنا نبحث عن حياة صحيحة وإذا كنا نريد أن نراعي دنيانا وديننا باتجاه الدين من دون أن ننظر إلى الدنيا وخائب وخائب هذا الذي يتوجه إلى الدنيا من دون أن يعبأ بدينه خائب هذا خائب لن يجني إلا الفشل مهما استطاع أن يجمع من الدنيا الإنسان حين يواجه لحظة الحقيقة ستذهب الدنيا بكل تفاصيلها هباء منثورة ولحظة الحقيقة هي اللحظة التي تفارق الروح الواحدة التي نملكها هذا الجسد كما قلت لكم الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر فلا تهدرها والروح عطية واحدة لا نستطيع أن نكرر التجربة معها هي تجربة واحدة في هذه الفرصة الواحدة لا نستطيع أن نعبث بالدنيا ولا نستطيع أن نعبث بأرواحنا إذا أردنا أن نصل إلى الهدف الرئيس إلى العاقبة المحمودة التي نتمنى أن نخرج عليها من هذه الحياة أتمنى أن يكون المثال واضحا وبينا ونافعا ومفيدا ومؤثرا النقطة الثانية علينا أن نحدد هدفنا الدينية أولا وبعد ذلك نحدد هدفنا الدنيوية ثانية لأن النجاة لهست بما نجمعه دنيويا النجاة بما نجمعه دينيا فعلينا أن نحدد هدفنا الدينية أولا ولن نستطيع أن نحدد هدفا دينيا حكيما وسليما إلا أن نكون على عقيدة سليمة من هنا يجب علينا أن نحصل العقيدة السليمة كي نستطيع أن نحدد هدفنا الدينية الأولى في هذه الحياة من دون العقيدة السليمة لن نستطيع أن نشخص هدفنا الدينية بحكمة ودراية وعقل سليم أما هدفنا الدنيوي يتوقف تحديده على معرفة إمكاناتنا إمكاناتنا المادية وإمكاناتنا المعنوية وأن نعرف ما حولنا أن نعرف الواقع الذي نعيش فيه أن نعرف حدود علاقاتنا بالآخرين أن نشخص أصدقاءنا وأن نشخص أعداءنا وإلا فلن نستطيع أن نحدد هدفنا الدنيوية بشكل صحيح إذن أولاً علينا أن نحدد هدفنا الديني وهذا يتوقف على معرفة العقيدة السليمة العقيدة السليمة حدثتكم عنها لها مصدران فقط قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مصدران للعقيدة السليمة ولا يوجد شيء آخر وكذا فإن الهدف الدنيوي بحاجة إلى معرفة بإمكاناتنا وبالواقع الذي نعيش فيه مثل ما فصلت لكم في القول قبل قليل هذه النقطة الثانية النقطة الثانثة عليكم أن تعرفوا أنه لا توجد مثالية في الحياة لا في الأشخاص ولا في الأعمال ليس هناك من مثالية في حياة البشر المثالية موجودة في الخيال فقط أتحدث عن مثالية ترتبط بأمثالنا لأن المثالية في أكمل صورها تتجلى في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وحديثي هنا عن حالي وأحوالكم المثالية موجودة في الخيال فقط من نسبة لي ولكم إبحثوا عن المنطقية في الأمور وعملوا بحد الممكن وأية فرصة تفوت لن تعود ثانية وإنما أعملوا بحدود ما يتوفر بعد فوات الفرصة احذروا من أمرين احذروا اليأس والكسل فمقتل الإنسان هنا مقتل الإنسان عند اليأس والكسل لا أتحدث عن مقتل الإنسان أن يذبح من الوريد إلى الوريد إنما هي النهاية الفاشلة إنما هي النتيجة الخائبة مقتل الإنسان هنا عند اليأس والكسل بسبب نقص في التقدير قد تفوت الفرص لكن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى نهاية العالم ما دامت الروح في أجسادنا وما دامت حياتنا الدنيوية جارية مستمرة بإمكاننا أن نصحح ما نستطيع أن نصحح إن لم ندرك كل شيء فإننا سندرك بعض شيء أن ندرك بعض الشيء قطعا أفضل من أن لا ندرك شيئا هذا هو واقع الحياة وهذا هو واقع الإنسان ولابد أن نعرف من أن السننة التي تجري في الدين هي هي بنفسها تجري في الدنيا ومن أن السننة التي تجري في الدنيا هي هي بنفسها تجري في الدين من جهة علاقتنا نحن الآدميون بديننا وبدنيانا نذهب إلى فاصل النقطة الرابعة إذا واصلتم سيركم في الطريق بحسب ما تقدم ذكره أتحدث عن هذه الحلقة إذا واصلتم سيركم في الطريق بحسب ما تقدم ذكره فإن الشيطان سيفتح عليكم أبواب اعتراضات الآخرين عليكم كل بحسب فقد يأتي الاعتراض من العائلة أو يأتي الاعتراض من مسؤول العمل أو يأتي الاعتراض من الصديق القريب أو 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 فإن الشيطان سيفتح عليكم أبواب اعتراضات الآخرين عليكم كل بحسبه فعليكم أن توطنوا أنفسكم ألا تعبأوا بالآخرين مهما كانوا ومهما قالوا إذا كنتم متأكدين من صواب مسيرتكم وصحة حركتكم النقطة الخامسة تشرح حقيقة تتفرع على النقطة الرابعة المتقدمة إنني قلت لكم أن توطنوا أنفسكم أن لا تعبأوا بالآخرين لابد أن تثقفوا أنفسكم بثقافة الكتاب والعترة بشرط أن تكونوا متأكدين من صحة حركتكم من استقامة مسيرتكم من سلامة عقيدتكم إذا كنتم متأكدين من ذلك فاعلموا أن كثيرين من الذين يعترضون عليكم حالهم كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة والذين كفروا أشد أنواع الكفر في الكتاب الكريم ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء هم الذين كفروا ببيعة الغدير وهؤلاء على صنفين صنف تجمعهم سقيفة بني ساعدة وصنف تجمعهم سقيفة بني طوسي ولا أريد أن أفصل في الكلام لأنني قد تحدثت عن هذا كثيرا والذين كفروا كما في سورة محمد صلى الله فهن هؤلاء يعبأوا لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام هؤلاء بهاء مبشرية لماذا نعبأ به الآية من بدايتها إن الله يدخل الذين آمنوا آمنوا بالغدير وعملوا الصالحات لأن الإيمان بالغدير هو أصل الأصول وإن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد يتفرع على بيعة الغدير والنبوة كذلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إن الله يدخل الذين آمنوا آمنوا بالغدير وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والغدير غديران الغدير الأول العلوي والغدير الثاني المهدوي وهذا هو يوم الغدير الثاني نحن في التاسع من ربيع الأول إنه يوم الغدير الثاني اللهم والي من والى القائم وعادي من عادا وانصر من نصر القائم واخذل من خذله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا الذين كفروا بالغدير من مختلف الأصناف والذين كفروا يتمتعون في هذه الحياة ويأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون كما تتمتع الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام إنهم البهائم البشرية والنار مثول لهم عاقبة أمرهم هي هذه في سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المائة بعد البسملة إذا رجعنا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم هناك خلق أتحدث عن الآدميين هناك خلق هناك آدميون لا حاجة لله بهم هم أخبرون صلوات الله عليه من أن هناك من الآدميين من لا حاجة لله بهم أضرب لكم مثالا حينما نشتري جهازا ثمينا حينما نشتري جهاز موبايل أو كاميرا أو غير ذلك لكن الذي نشتري من النوع الثمين جدا سيبعثون لنا جهاز الموبايل الصغير أو الكاميرا الصغيرة في صندوق كبير وهذا الصندوق في داخله صندوق وفي داخل الصندوق الثاني صندوق ثالث وهناك الكثير من القاش والكثير من الفلين والكثير من المواد التي لا قيمة لها سنقوم بإلقائها في الزبالة بعد ذلك يخرج لنا الجهاز الذي اشتريناه صغيرا هذه الكمية الكبيرة من الورق أو الكارتون أو الفلين أو 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 هذه الكمية سنلقي بها في المزبلة لا هاجة لنا بها هناك كثير من الآدميين هذا هو شأنهم يكونون في بلد أو في مدينة أو قرية يكونون مادة حشو لأجل أحد الآدميين الذين لله فيه حاجة هناك كثير من البشر ليس لله فيهم حاجة والقرآن يتحدث عن هؤلاء وهناك من البشر من أوكل الله أمورهم إلى أنفسهم وهؤلاء أسوأ من المجموعة السابقة وهناك المجموعة التي تحدثت عنها سورة محمد صلى الله عليه وآله من أنهم يأكلون ويتمتعون مثل ما تفعل الأنعام مثل ما تفعل البهائم وهناك وهناك هناك الكثير من الأصناف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من الأعراف الآية تقول وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا وَلَقَيْمَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا يُخَيْمُ يُخَيِّمُ عَلَيْهَا هَذَا بِقْلُوبِهِمْ بِقْلُوبِهِمْ لَمَا رَكَضُوا عَلَى النَّوَاصِبِ وَصَنَعُوا لَهُمْ دِينًا من قذارات النواصِب لَوْ 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 تَرَضُوا ما قيمتهم هؤلاء بحسب القرآن دون البهائم دون الحيوانات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن هذه الحقيقة عن حقيقة أن الدنيا فرصة لا تتكرر هم هدروها في ضلالهم وجهلهم وقباحاتهم وأهدافهم الدنيوية الحقيرة هم غافلون عن أن الروح واحدة لا يستطيعون أن يجربوا مرة أخرى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وهناك وهناك من أصناف الناس الذين سيعترضون علينا ما قيمتهم هؤلاء ما قيمتهم المعرفة 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 حينما تكون ثقافتنا قرآنية بحسب بحسب تفسيرهم وحينما تكون ثقافتنا ثقافة العترة الطاهرة بحسب منطقهم وبحسب قواعد تفهيمهم فإننا سنزل الأمور بميزان صحيح من هنا لا قيمة لهؤلاء الذين سيعترضون هؤلاء سراب في سراب إنهم صور عارضة ستذهب ولا قيمة لها لأن الناتج النهائية سيكون مجموعا عند صاحب الأمر وليس عند هؤلاء وكبرائهم السفهاء الناتج النهائي سيكون مجموعا عند صاحب الأمر حينما يقول الناس من أن الحساب يجمع فعلا فإن الحساب يجمع ويجمع ولكن عند من عند بقية الله الأعظم وهذا يوم غديره إنه الغدير الثاني نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بريه عن عمر بن يزيد قال قال لأبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل علي النقطة السادسة إنها خطوات عملية بالغة الأهمية أولا نظفوا عقولكم وقلوبكم من كل قذارات الحوزة الطوسية أقولها لكم عن تجربة وعن معرفة وعن يقين بالنسبة لي مثلما يأتي شخص ويجمع الزبالة والقذارة في بيته يكدسها في وسط البيت يكدس الخراء الخراء الكلاب في وسط البيت كم من الأضرار ستكون في ذلك البيت بسبب خراء الكلاب هذا بسبب أكوام الزبالة هذه كم من الأضرار ما تتركه قذارات الحوزة الطوسية في عقولكم وقلوبكم أكثر بكثير أكثر بكثير شمر وحرملة أنجس من قذارة الكلاب هذا أنجس من خراء الكلاب مراجع الحوزة الطوسية بحسب إمامنا الصادق أضر من شمر وحرملة إمامنا الصادق هو الذي يقول هذا وما جاء في رواية التقليد هذه التي أشير إليها تنطبق بشكل كامل على مراجع الحوزة الطوسية من الذين ماتوا أو من الأحياء الذين نعاصرهم على الأقل بحسب فهمي وعقيدتي أنا لا أبالي بالآخرين هم يحاسبون عن عقيدتهم وفهمهم وأنا أحاسب على عقيدتي وفهمي بحسب عقيدتي وفهمي رواية التقليد تنطبق بشكل كامل ودقيق على مراجع الحوزة الطوسية من الذين ماتوا أو من الأحياء الذين نعاصرهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل فهؤلاء أضروا من شمر وأضروا من حرملة وشمر أضروا وأنجسوا من خراء الكلاب وهؤلاء الطوسيون أضروا من شمر نظف عقولكم وقلوبكم من قذارات الحوزة الطوسية ثانيا لا تتابعوا برامج القمر فقط حتى تعرفوا الحقيقة تابعوها وتابعوا غيرها تابعوا الفضائيات الأخرى وقارنوا كي تعرفوا الحقيقة بأنفسكم أينما وجدتم الحقيقة فتمسكوا بها وجدتمها في قناة القمر فتمسكوا بها وجدتمها في مكان آخر فتمسكوا بذلك المكان حيثما وجدتم الحقيقة تمسكوا بها احترموا عقولكم إن كنتم عاجزين عن التشخيص فاستعينوا بالذين تثقون بهم من أمثالكم وتدارسوا معهم لا أن تسلموا لأقوالهم تدارسوا معهم وتباحثوا معهم وتذاكروا معهم نحن نتحدث عن دين لا نتحدث عن موضوع سياسي أو عن نقاش في مسألة أدبية أو تاريخية أنا أحدثكم هنا عن دين عن عقيدة عن مصير حياته الشيطان الشيطان هو الذي يجعلنا لا نستشعر أهمية الدين في تشخيص مصيرنا تارة ينسينا وأخرى يدخننا في أمور تافهة نقدمها على أمر عقيدتنا وديننا وأخرى وأخرى أنا أتحدث مع كل شيعي منتظر لإمام زمانه ومع كل شيعية منتظرة لإمام زمانها ممن يشاهدون برامج القمار ويتابعونها أتحدث مع هؤلاء فقط ولا شأن لي بغيرهم وهذا الكلام موجه لهم فقط لا شأن لي بغيرهم هل رضي الآخرون أم سخطوا لأنني أرى أن واجبي هو هذا وتكليفي هو هذا قدرة في إيصال صوتي عبر هذه القناة وحينئذ سيكون الخطاب مع أولئك الذين ينتظرون إمام زمانه ويتطلعون إلى يوم خلاصهم على يديه رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا صغارا ثالثا لا تخرج من حفرة عجول النجف وكربل إلى حفرة أخرى حذاري لا تنصب أحدا بينكم وبين إمامكم صلوات الله عليه مهما كان ومهما أعجبتم به لا تنصب أحدا فيما بينكم وبين إمام زمانكم وأقولها بملء ثمي لو اطلعتم على تأريخي وحاضري وباطني وظاهري لنفرتم مني وهكذا أنا لو اطلعت على تأريخكم وحاضركم وباطنكم وظاهركم لنفرت منكم هؤلاء نحن الآدميون فإنسان كهذا لن يكون وسيلة إلى الله إلا إذا نصب الإمام أحدا من البشر ووجهنا إليه فإننا حينئذ سنتوجه إليه ليس لأجله لأن الإمام هو الذي أمر بذلك مثل ما يكون الحال مع اليمن قطعا في وقت ظهوره بحسب العلامات والتفاصيل التي ذكرت بعد ظهور السفياني الجهة الوحيدة التي يجب علينا أن نتوجه إليها إمام زماننا فقط أنا وغيري ممن ينقلون لكم حديث العترة الطاهرة نحن علامات مرور في الطريق لقيمة لنا لا يصح التوجه إلى راوية الحديث التوجه إلى إمام زماننا فقط راوية الحديث علامة سير في الطريق إذا كانت هذه العلامة صحيحة بهذا الشرط أما إذا لم تكن علامة صحيحة فعليكم أن تفروا منها أن تتجنبوها بقدر ما تستطيعون إذا لا تخرجوا من حفرة عجول النجف وكربلاء إلى حفرة أخرى لا تنصبوا أحدا بينكم وبين إمامكم صلوات الله عليه مهما كان ومهما أعجبتم به لو اطلع بعضنا على تأريخ البعض الآخر لما التقينا إمام زماننا هو الذي سترنا ستر عيوبنا وستر أخطاءنا وستر اجتباهاتنا أكانت صادرة عن عمد وعن إصرار في المخالفة أم كانت صادرة عن سهو وغفلة أم كانت صادرة عن جهل بسيط أم عن جهل مركب أم أم قبائحنا كثيرة لا تعد ولا تحصى وإذا كان من وجه جميل يظهر لنا لا أتحدث عن وجه مادي أتحدث عن وجه معنوي قد يكون الوجه المادي جزء منه إذا كان هناك من وجه جميل يظهر منا فبفضل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه رابعا هذه النقطة مهمة عليكم أن تدرسوا برامج قناة القمار إذا اقتنعتم من أن الحقيقة في أفنائها وفي أحنائها وأنحائها عليكم أن تدرسوا هذه البرامج لا أن تشاهدوها مشاهدوها 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 لن تنفعكم إلا شيئا قليلا لا يذكر الفائدة كل الفائدة في دراستها درسوها بقدر ما تستطيعون يصل إلى مسامعي هناك الكثير من المجموعات يتدارسون ما يطرح في برامج قناة القمر وهذا توفيق توفيق لا لأن البرامج أنا أقدمها أنا لا قيمة لي هنا أنا ناقل القيمة لثقافة العترة الطاهرة القيمة لقرآنهم المفسر بتفسيرهم القيمة لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أما أنا فلا قيمة لي أنا عامل مساعد مثل ما يقولون عن العوامل المساعدة في التجارب الكيميائية من أن العامل المساعدة يؤثر في تفاعل التجربة الكيميائية ويؤثر في النتائج التي تخرج من تلك التجربة الكيميائية وهو يخرج بعد ذلك بعيدا عن التجربة كلها أنا ناقل ليس أكثر من ذلك الفضل كل الفضل لحقائق المعرفة التي هي منهم وإليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك كثيرون يتابعون المقاطع القصيرة هؤلاء هؤلاء لن يفقه شيئا ولن يتعلم شيئا في كثير من الأحيان هذه المقاطع ستضللهم وستنقل لهم صورة خاطئة حلقة قد تتجاوز الثلاث ساعات أتحدث فيها عن السيستاني مثلا أو عن الخوئي في عشرة دقائق في بعض الأحيان يأتون إلى هذه الدقائق يقتطعون منها ثلاثة دقائق ثم يكتبون عنوانا يختلف عن مضمون هذه الدقائق التي اقتطعوها فيأتي المتابع لمثل هذه المقاطع يقرأ العنوان الخاطئة فيبرمج نفسه وفقا لهذا العنوان يشاهد المقطع ويفهم المقطع بحسب بحسب العنوان الخاطئي الذي كتب عنوانا لذلك المقطع هل كتب خطأا جهلا واشتباها أم كتب خطأا بنحو متعمت هذا أمر راجع للذي قام بهذا ثم يتصور من أنه قد اطلع على مضمون الحلقة أي هدو حلقة هذه أنت حتى لم تطلع على العشر دقائق بكاملها التي تحدثت فيها عن السستاني اطلعت على بعضها وتلك الدقائق لن يفهم القصد منها ما لم تتابع كل الحلقة من أولها إلى آخرها لا شأن لي بما يفعلون الناس أحرار لكنني أقدم لكم نصيحة أنتم الذين تريدون أن تدركوا الحقيقة مشاهدة البرامج لا تكفي هذه البرامج مكرسة وملخصة ومعمقة تحتاج إلى دراسة أن تشاهد البرامج من دون أن تعيد دراستها فإن الفائدة والمنفعة منها لا تعد بشيء ولا قيمة للفائدة والمنفعة التي تحصلونها من متابعة هذه البرامج من دون مدارستها ومن دون مذاكرتها نذهب إلى فاصل النقطة السابعة إذا كنتم تريدون النجاح والتوفيق في عملكم هذه ملاحظات مهمة سأذكرها لكم عليكم في بادئ أمركم بالعزلة العقائدية ليس بالضرورة أن تفرضوا عقيدتكم على عوائلكم على أصدقائكم على الناس الذين هم تحت أيديكم في رعايتكم ليس بالضرورة هذا العقيدة عقيدة عقد في الجنان أمر يرتبط بالقلوب العقيدة ما هي بطعام ولا هي بشراب حتى الطعام الناس تختلف أذواقها فيه والشراب كذلك العزلة العقائدية مهمة جدا أنا لا أتحدث عن عزلة جسدية أتحدث عن عزلة فكرية لا يعني أن الإنسان ينطوي على نفسه عليه أن يتأكد من عقيدته السليمة وأن يكون منسجما مع الذين يشاركونه هذه العقيدة لكن ليس بالضرورة أن يحاول فرضها على الآخرين مثلما أنت حر في اختيار عقيدتك الآخرون أحرار في اختيار عقائدهم والعقيدة من دون الحرية لا معنى لها أتحدث عن حرية العقل والقلب أتحدث عن الحرية الذاتية الداخلية للإنسان في سورة الكهف في الآية التاسعة بعد البسملة والتي بعدها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله هذا كلام فيما بينهم فيما بين هؤلاء الذين عبر عنهم بأصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اعتزلتم قومكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة هذه عزلة جسدية لكنها جاءت متفرعة عن عزلة عقلية عن عزلة عقائدية حينما كانوا في المدينة فإنهم كانوا يعيشون عزلة عقائدية وإن كانوا يعملون في قصور الأباطرة والملوك مثل ما جاء في وصف المؤمن من أنه يعيش مع الناس ببدنه ومع الله بقلبه مع إمامه يعيش مع إمامه بقلبه يعيش مع عقيدته السليمة سليمة بقلبه في سورة نفسها في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة واصبر نفسك مع الذين يدعون يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطها من أولئك الذين لا حاجة لله بهم من الأصناف التي حدثتكم عنها قبل قليل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هذه عزلة عقائدية واضحة لكنها ليست عزلة جسدية أصحاب الكهف لهم ظروفهم الموضوعية الخاصة بهم لكن عزلتهم في الكهف كانت متفرعة عن عزلتهم العقائدية حينما كانوا في المدينة مع الناس بمختلف أصنافهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه هذه العزلة العقائدية الواضحة ولا تعد عيناك عنهم هذه آثارها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة هؤلاء الذين تتحدث الآية عنهم إنهم سلمان والمقداد وأبو ذار الروايات أخبرتنا عنهم وحدثتنا عنهم والأنموذج الأول في هذه الآية هو سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه هؤلاء هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه العزلة العقائدية عامل مساعد ومساعد جدا أولا لإدراك العقيدة بشكل واضح وثانيا للترابط مع الذين يشاركوننا العقيدة وثالثا لمعرفة أحوال الناس فإن المؤمن النوم أو النوم هو الذي يعرف ما عند الناس وما في قلوبهم ولا يعرفون ماذا يجري في قلبه وهذا هو الناس العزلة العقائدية قد يقول قد يقول قائل هذا يعني أننا لا نبلغ الآخرين بالعقيدة السليمة في البداية بلغوا أنفسكم تعلموا العقيدة السليمة وحينما تجدون الظروف الموضوعية المناسبة وتمتلكون القدرة على التبليغ بالنحو الناجح والنافع والمفيد حينئذ قلوا يا زهراء وتوكلوا على الله إذن العزلة العقائدية هذا أولا وثانيا المدارات لتمشية الأمور الدنيوية حتى حين إلى أن تستطيع أن تدبر أموركم من دون الحاجة إلى المدارات وإن كانت المدارات موجودة على طول الخط في هذه الحياة فالإنسان بحاجة إليها المدارات لتمشية الأمور الدنيوية حتى حين النقطة الثالثة وهي مهمة جدا صناعة الجو المناسب لكم ولا يصنع هذا الجو إلا بصناعة التيار الفكري المجتمعي مع صناعة مراكزه حديثي عن مراكز هذا التيار عن النقاط التي يتجمع فيها هذا التيار أتحدث عن تيار فكري ابتعدوا عن السياسة ولغوها وابتعدوا عن الزعامات الدينية وضلالها ابتعدوا عن هؤلاء لا تدخلوا أنفسكم في هذه الفتن المتلاطمة التي نهايتها الندى في أحسن الأحوال صناعة الجو المناسب لكم عبر صناعة التيار الفكري المجتمعي رابعا تجنبوا النقاشات العقيمة هذه النقاشات التي غاية ما فيها أن أثبت فشل الآخر أن أثبت ضلال الآخر هذه نقاشات عقيمة تجنبوها اشتغلوا فيما يرتبط بأنفسكم علموا أنفسكم ثقفوا أنفسكم حينما تنشئون تيارا متعلما وتيارا مثقفا هذا هذا هو الذي سيحمي هذه الجهود هذه الجهود التي تبذل من قبل ومن قبل غيري لا نريد لها أن تذهب هباء منثورا الذي يحمي هذه الجهود هو التيار المجتمعي الفكري العقائدي يحمي هذه الجهود ويحميكم أنتم أيضا تجنبوا النقاشات العقيمة وابتعدوا عن الأسباب وعن الأمور التي تنشئ العداوات وتنشئ الخلافات بين الأصدقاء أو في داخل الأسر لا تفرض عقائدكم على أسركم حتى على الزوجة أو على الأبناء والبنات لا تفرض عقائدكم هذه عقيدة أمر يرتبط بالعقل والقلب خامسا العلاج المثالي في هذا الطريق الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر هذا هو العلاج المثالي هناك قانون هناك قانون تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وآله من صبر ظفر الصابر لا بد أن يكون ظافرا إما أن يكون ظافرا بكل الأمر أو على الأقل ببعضه من صبر ظفر هذه الآية دائما صبر ظفر الصابر لا بد أن يكون ظافرا إما أن يكون ظافرا بكل الأمر أو على الأقل ببعضه من صبر ظفر هذه الآية دائما أقرأها ودائما أكررها إنها الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران يَا أَيُّهَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هذا هو العلاج الناجع وهذا هو البلسم الشافي وهنا حل لكل مشاكلنا إنه الصبر الصبر على درجات هناك الصبر هناك المصابرة هناك المرابطة وهناك التقوى التقوى درجة عالية من درجات الصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تُفْلِحُونَ الصبر ثم الصبر ثم الصبر هذا هو الحل الأمثل لكل مشاكلنا لمشاكلنا الدينية ولمشاكلنا الدنيوية ومشاكلنا ومشاكلنا الشخصية والأسرية الصبر 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 ثامنا النقطة السابعة اجتملت على ملاحظات دكرتها لكم بعد أن سألت هذا السؤال هل تريدون النجاح في عملكم في سعيكم تلك هي النقطة السابعة النقطة الثامنة لا تستعمل أسلوب في استعمال الكلمات السوقية والكلمات الجارحة أنا لست محبا لاستعمال هذه الكلمات أنا مضطر إليها بغض النظري هل يقنع كلامي هذا الآخرين أو أنه لا يقنعهم أنا لست مسؤولا عن إقناع الآخرين الدين رحمة ولكن هناك مواقع في الدين لا بد أن نستعمل الشدة ولا بد أن نستعمل السلاح ألا يجب أن ندافع عن أنفسنا ألا يجب أن ندافع عن ديننا ألا يجب علينا أن نستعمل السلاح في ذلك ألا يجب علينا أن نقتل أو أن نقتل أن نقتل حينما نكون في ساحة الجهاد أو في ساحة الدفاع أو أو الدين رحمة والدين رأفة والدين إنسانية والدين دماثة في الأخلاق والطباع والدين سهولة ويسر ولكن هناك مواقع نحتاج فيها إلى القسوة والشدة إلى الجفاء والغلظة إلى 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 الحد الذي نحتاج إلى السلاح وإلى سفك الدماء لأننا نضطر للدفاع عن أنفسنا وللدفاع عن ديننا كذاك الحال في التبليغ والإعلام فإننا نحتاج إلى هذه التعابير القاسية أو إلى التعابير السوقية للهدف الذي نستعمل هذه الألفاظ لأجله لأجل الوصول إليه لتحقيقه بكله أو لتحقيق بعضه مشكلة في مواجهة السقيفة بني طوسي حالة التقديس المزور التقديس الموهوم الذي لا حقيقة له مراجع حوزة الطوسي إذا كانوا على هدى فحقهم الاحترام وليس التقديس التقديس للمعصوم للمعصوم فقط هؤلاء أصلا لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام لأنهم لا يحترمون دينه ولا يحترمون الشيعة اتخذوا الشيعة حميرا أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قل لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لله أخير بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأحلام أتخذ من خمسة قلت للمستعجب مش دا أقول لهم تركب يعني قلاغة أغميشيني كما تقول قلاغة أغميشيني تبقوا لهم كان خلقات فقوش ديخ عربي فقوش والنص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسوان عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وش لا لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة هذا حال جميع مرهج الشيعة من الأموات والأحياء هذا حالهم جميعا هكذا يتعاملون مع الشيعة فهل يحترمونها الشيعة لا يحترمونها الشيعة فهم لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام مشكلة الشيعة الذين يقدسون هؤلاء أماتوا عقولهم التقديس يوقف العقل عن العمل الوسيلة الوسيلة وجدتها لتكسير هذا التقديس الموهوم هي هذه أن أستعمل الكلمات السوقية في حق هؤلاء الذين لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام أصلا حينما أشاهد برامجي في بعض الأحيان وأنا أتلفظ بهذه الكلمات فإنني لن أكون مرتاحا وأنا أشاهد نفسي على الشاشة أتلفظ بهذه الجمل لكنني مضطر لذلك كالذي يستعمل السلاح في القتل والقتال حينما يكون مضطرا إلى هذا ومن هنا فإن الأصل في الدين أن الدين يدعو إلى السلام ولا يدعو إلى الحرب وكذاك فإن الأصل في التبليغ وفي التعليم أن يكون بالكلام المؤدب الجميل لكن الضرورة تفرض علينا ما تفرض ومن هنا فإنني أقول لكم إذا ما وجدت أن الفائدة قد تحققت من ذلك فسأعرض عن استعمال هذه الكلمات السوقية لكنني ما دمت أرى أن ضرورة في استعمالها فإنني سأستمر على هذا لكنني أنصحكم أنتم لستم بحاجة إلى هذا ومن هنا قلت لكم لا تستعمل أسلوب في استعمال الكلمات السوقية أنا مضطر كالاضطرار لاستعمال الأسلحة في الجهاد النقطة التاسعة الكلام المتقدم والذي سيأتي في الأجزاء المتبقية من هذه الرسالة ليس موجها لبلد دون بلد أنا أتحدث مع الشيعة في كل مكان أتحدث مع كل شيعي منتظر ومع كل شيعية منتظرة ممن يشاهدون برامج هذه القناة ويتابعونها في كل مكان أكان هذا عبر شاشة التلفزيون أو عبر الشبكة العنكبوتية حديثي مع الجميع نحن شيعة مهدويون لا تفرقنا البلدان ولا تفرقنا الجنسيات التي صدرت عن الدول والحكومات نحن شيعة الحجة بن الحسن في أي زمان كنا أو في أي مكان نكون فإمامنا ليس محبوسا في قومية معينة أو في دولة معينة أو بجنسية معينة إمامنا إمام الكل والكل مأموم بإمامته صلوات الله وسلامه عليه النقطة العاشرة النقطة العاشرة اجعلوا هذا اليوم يوما حقيقيا لبيعة حقيقية مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل النقطة العاشرة مثلما قلت لكم قبل قليل تعالوا كي نجعل هذا اليوم يوما حقيقيا كي نبايع إمام زماننا بعقولنا وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا هكذا نقرأ في زيارة البيعة وهي زيارة مجزة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان بحسب المرسوم لها أن تقرأ بعد صلاة الفجر في كل يوم قطعا الذي يتمكن من ذلك هذه التي أولها اللهم بلغ مولايا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها إلى آخر الزيارة يأتي فيها اللهم إني أجدد له لإمام زماننا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي من مراد من العهد والعقد والبيعة العهد والعقد والبيعة قد تكون هذه العناوين بمعنى واحد فيمكنني فيمكنني أن أقول أجدد له لإمام زماني في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا ويمكنني ويمكنني أن أقول عقدا وكذلك يمكنني أن أقول بيعة ويكون المعنى واحدا ولكن حينما تأتي هذه العناوين سوية اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي يكون العهد هنا ناظرا إلى بيعة العقول لأن الشيء المعهود إنما يُعهد في العقول أما العقد فإنه ناظر إلى القلوب إلى الوجدان ومن هنا فإن الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان عقد في القلوب وعقد في الجنان لأن العقد الإيمانية ينعقد في القلوب ينعقد في الوجدان وإن كان العقل يصدقه لكن انعقاد الإيمان سيكون انعقادا قلبيا وجدانيا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا إنها بيعة عقولنا وعقدا إنها بيعة قلوبنا ووجداننا وضمائرنا وبيعة في رقبتي أما البيعة البيعة عنوان للالتزام بنحو عملي في الواقع الخارجي من خلال الجوارح من خلال العمل المحسوس فالعهد بيعة عقلية هنا والعقد بيعة قلبية والبيعة هنا بيعة عملية بيعة العمل بالأركان الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي إنها بيعة العقول العهود وبيعة القلوب العقود وبيعة الرقاب وبيعة في رقبتي إلى أن تقول الزيارة في آخرها اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة هذه بيعة جامعة مانعة هنا هي هي بيعة العقول والقلوب والضمائر وبيعة الأجساد وبيعة الطاعة والتسليم والسالمية لإمام زمان اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة هذا هو المضمون الإجمالي للبيعة التي يجب علينا أن نبايع إمام زماننا بها وعلى أساسها إنها بيعة الغدير الثاني الغدير الأول سيصبح لا معنى له من دون بيعة الغدير الثاني مثلما أكملت الرسالة وأكمل الدين وأكمل التوحيد وأكمل القرآن بالغدير الأول فإن إكمال الغدير الأول وإتمام الغدير الأول بالغدير الثاني أمير المؤمنين هو الذي سمى التاسع من ربيع الأول بيوم الغدير الثاني الرواية عندنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سمى التاسع من ربيع الأول بالغدير الثاني يأخذني هذا إلى نص معرفي متميز ومتميز جدا إنني أحدثكم عن دعاء الندبة هذا النص المعرفي المتميز والمتميز جدا سبحانه وتعالى حين يكلمنا حين يخاطبنا حين يرسل إلينا رسالة إنه يفعل ذلك عبر قرآنه فالقرآن رسالة الله إلينا لكنها بحاجة إلى ترجمة ومن هنا فإن تراجمة القرآن محمد وآل محمد فرسائل الله تصل إلينا عبر قرآنه ولكن من خلال محمد وآل محمد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا أمر واضح لديكم ولا حاجة للوقوف عنده طويلا حينما نراسل الله كيف نراسله حينما نتكلم مع الله كيف نتكلم معه نتكلم عبر الأدعية والمناجيات وعبر زياراتهم صلوات الله عليه فهذه الأدعية والمناجيات والزيارات التي وردتنا عنهم وهي منظومة هائلة عظيمة هذه هي الوسيلة التي من خلالها نتكلم مع الله الله يتكلم معنا عبر قرآنه المفسر بتفسيره هو جعل قرآنه بهذه الكيفية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أرسل إلينا رسالة بهذه الكيفية فلابد أن نعود إليهم ومن هنا فإننا حينما نخاطبه نتكلم معه سبحانه وتعالى نتوجه إلى وجهه حين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء عبر الأدعية عبر المناجيات وعبر الزيارات الشريفة هذه وسيلتنا للتواصل مع الله بحسب ما رسم لنا من برنامج فإن الله يريد أن يُعبد من حيث هو يريد لا من حيث أريد أنا فإن الدين سيتحول إلى دين إبليسي حينئذ دين الله هو الدين الذي يريده أن يكون من حيث هو يريد خاطبنا بقرآنه ولكن عبر محمد وآل محمد وأمرنا أن نفهم قرآنه من علي وآل علي كما بايعنا في الغدير الأول وصاحب الغدير الأول هو الذي وضع لنا الأدعية والمناجيات والزيارات إنهم علي وآل علي صلوات الله علي هذه أدعيتهم وهذه زياراتهم هي وسيلتنا كي نتكلم مع الله عبر التوجه إلى وجهه إلى وجهه الأكرم دعاء الندبة في هذا الوسط الذي حدثتكم عنه نص معرفي مميز جدا قطعا مثلما نصوص القرآن نصوص معرفية كذاك هي نصوص الأدعية ونصوص المناجيات ونصوص الزيارات نصوص معرفية أيضا وبامتياس وبامتياس دعاء الندبة مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا هذا هو المعروف في كتب الأدعية والزيارات هذا الدعاء هو دعاء من جهة ومناجاة من جهة ثانية وزيارة لإمام زماننا من جهة ثالثة وبيان معرفي من جهة الرابعة عجيب أمر هذا الدعاء ولذا فإن سفلة الحوزة الطوسية يضعفونه يضعفونه ويقولون من أن الدعاء هذا قد كتبه بعض العلماء ولا يملكون دليلا على ذلك ولكنهم لأجل أن يضعف الدعاء الشريف يقولون ما يقولون من هرائهم وخرائهم وسفاهتهم وتفاهتهم لا شأن لنا بقذارات الطوسيين ألا لعنة على قذاراتهم ألا لعنة على منهجهم كما قلت لكم دعاء ندبة دعاء متميز جدا فهو دعاء ومناجات وزيارة وبيان معرفي الكتاب الكتاب بين يديه مفاتيح الجنان وهو الكتاب الذي في بيوتكم أمر على الدعاء مرورا إجماليا الدعاء من أوله إلى أن يصل إلى هذه الجملة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من أول الدعاء إلى هذه الجملة الدعاء يتحدث عن الأنبياء السابق ثم من هذه الجملة إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله إلى هذه الجملة وناوش ذؤبانه فأودعا قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيره هذا المقطع يتحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن بيعة الغدير ثم يبدأ المقطع الثالث من هذه الجملة فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته إلى هذه الجملة أين أعلام الدين وقواعد العلم هذا المقطع يتحدث عن غدر الأمة بالعترة الطاهرة وكيف قتلوها فقتل من قتل وسبي من سبي فهذا المقطع يتحدث عن غدر هذه الأمة الملعونة بعترة النبي صلى الله عليه وآله ثم يبدأ المقطع الرابع من هذه الجملة أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية وتنتهي عند هذه الجملة ونحن نقول الحمد لله رب العالم هذا المقطع يشتمل على مناجات وزيارة ودعاء وإظهار شوق لإمام زماننا الحجة بن الحسن ما بقي من الدعاء فإنه جاء بصيغة دعاء كالصيغ الشرعية للأدعية المعروفة هذا هو التخطيط الإجمالي للموضوعات التي تناولها هذا النص المعرفي المتميز أتحدث عن دعاء الندبة الشريف الدعاء مشحون بالمضامين الذهبية الثمينة سأذهب إلى بعض جمله هل هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى هذه الجملة واضحة جداً تتحدث عن شؤون الزمان غيبته صلوات الله عليه فهذا إظهار اشتياق وإعلان عن بحث مستمر للوصول إلى ساحة فنائه الشريف هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى إنه زمان الغيبة إنه زماننا هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى فنحظى بلقائك فنحظى بقربك يا ابن رسول الله الكلام هو هو في زمان الغيبة هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى إنه زمان الغيبة إنه زماننا هل يتصل يومنا منك بعدة بموعد بعدة فنحظى هل نفوز بموعد ووفقا لهذا الموعد نلتقيك يا ابن رسول الله إنه زمان الغيبة متى نرد مناهلك الروية فنروى إنه زمان الغيبة أيضا متى نرد مناهلك الروية المراد من الروية التي يكون ماءها كثيرا متدفقا متدافعا ويكون صافيا عذبا هذه هذه هي المناهل الروية المناهل التي يكون ماءها كثيرا نابعا متدفقا جاريا متدافعا ويكون صافيا وعذبا المناهل التي وصفها هو هذا الوصف هي التي يقال لها المناهل الروية متى نرد مناهلك الروية فنروى إنما نروى من هذا الماء الكثير العذب الصافي الذي يتدفق من هذه المناهل الطاهرة المناهل قد يقصد منها العيون وقد يقصد منها المنازل في الطريق وفي كل منزل من هذه المنازل هناك عيون هناك آبار هناك غدير هناك نهر هناك ساقية توفر الماء النقية الصافية العذب للذين ينزلون في ذلك المنزل في ذلك المنهل المنهل مفرد والجمع مناهل هل نتحدث هنا عن مياه محسوسة نحن لا نتحدث هنا عن مياه محسوسة إننا نتحدث عن عيون علم عن عيون معرفة هذا هو الكاف الشريف وهذا جزءه الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السادسة بعد المائتين إنه الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صلوات وسلام وتحيات على فناء أمير المؤمنين أمير المؤمنين هكذا يقول ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هذه هي المناهل التي يتحدث عنها دعاء الندبة الشريف ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع متى نرد مناهلك الروية فنروى إنه في زمان الغيبة والداعي هنا قطعا هذا بتعليم إمام زماننا الداعي هنا والمناجي هنا يخاطب صاحب الأمر يريد من صاحب الأمر أن يرشده إلى المناهل التي يستطيع من خلالها السير في الطريق إليه لأن المناهل هي منازل في الطريق فيقال المنهل الفلاني في الطريق مثلا من العراق إلى الشام في هذا المنهل ينزل الناس للاستراحة ولكي يأمن من قطاع الطرق فهناك حراس في المناهل كي يشرب الماء كي يغتسل كي ينظف أجسادهم وثيابهم إنها منازل الطريق إنها المواطن التي يتوفر فيها الماء النظيف الماء الصافي الماء العذب هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى هل نستطيع أن نلتقيك يابن رسول الله هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى أو هل سنحصل موعدا منك للقائك متى نرد مناهلك الروية فنروى ارشدنا يا ابن رسول الله إلى العيون الصافيتي التي تأتي مياهها من قبلك لا جرم أن من علم الله من قلبه الصادق يقول وهو يتحدث عن الشيعي المخلص الذي ينقذه إمام زماننا من ضلال الحوزة الطوسية القذرة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى وإنما وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذه هي المناهل التي يتحدث عنها دعاء الندبة متى نرد مناهلك الروية فنروى هذه منازل في الطريق توصل إلى الغاية لا زلنا في زمان الغيبة هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل هناك من طريق من سبب من واسطة توصلني إليك إن لم يكن هذا هل هناك من موعد هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى إن لم يكن هذا أين مناهلك الروية ارشدنا إليها متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى الصدى أشد العطش أعلى درجات العطش الصدى هذا في لغة العرب أهل الأدب يعرفون هذا فإن الصدى هو أشد العطش إذا كان للعطش من درجات فإن أشد العطش هو الصدى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى وفي نسخ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى الأبلغ والأفصح والأجمل أدبيا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى ننتقع نتروى نتروى بحيث نصبح لسنا بحاجة إلى ما نتروى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى هذا كله في الطريق إليه نحن في زمان الغيبة قناة القمر ماذا تقولون هل هي من هذه المناهل ومن هذه العيون التي تستطيع الشيعة أن تردها أو لا هذا أمر راجع إليكم قلت لكم قبل قليل تابعوا برامج القمر وتابعوا غيرها وشخصوا المنهل الصحيح شخصوا المنهل الذي منه ستشربون وفيه ومنه ستنتقعون متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا هذا في الغيبة أيضا أتعلمون متى يأتي الظهور متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ هذا هو الظهور متى نغاديك ونراوحك صباحا ومساء نراوحك عند المساء المغادات عند الصباح والمراوحة عند المساء يغدو ويروح صباحا ومساء المغادات عند الصباح والمراوحة عند المساء متى نغاديك ونراوحك فنقر عين مر علينا هذا من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف الطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 إنها الخطبة الخمسون بعد المئة أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الفتن وعن غيبة إمام زماننا فيصفه من أنه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ماذا يقول أمير المؤمنين ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل القين هو الحداد والناصل السيوف الأسلحة ماذا يجري لهم بفضل إمام زمانهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون عند المساء كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم الذين يعيشون حالة المغادات والمراوحة ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو ونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم متى نغاديك ونراوحك فنقر عين ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم الذين صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة قلت لكم هذا النص أتحدث عن دعاء الندبة الشريف هذا النص نص معرفي متميز جدا ومعبأ بالكثير من المضامين العميقة جدا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى في الغيبة هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى في الغيبة متى نرد مناهلك الروية فنروى إنها المناهل في الطريق إليه في الغيبة أيضا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى طال الصدى بسبب طول الغيبة فنحن في الغيبة أيضا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا إنما تستقر العيون حينما تكون الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدة وحينما تتحكم فينا العقول والأفهام والمعارف الواضحة التي ننهلها من عيونهم الصافية ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إنها المغادات والمراوحة الإمام هو الذي يتواصل معهم متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك هذه رؤية مفتوحة ولقاء مفتوح إنه زمان ظهور متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر هذا هو الظهور العبائر السابقة تتحدث عن زمان الغيبة وعن الزمان الذي يضع الإمام المناهل لشيعته لكن هل سيوفقون للوصول إليها هذا أمر راجع إليهم متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ نحف بك هذه الكلمة مهمة جدا لابد أن نقف عندها إنها تشير إلى الذي حدثتكم عنه قبل قليل التيار العقائدي الفكري المجتمعي يحفون به يحيطون به من كل مكان هذا حديث عن كثرة متكاثرة على سبيل المثال إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة بعد الثلاثمئة الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به الفضيل ابن يسار الإمام الصادق يحدثنا عن أصحاب القائم عن الثلاثمئة وثلاثة عشر كأن على خيونهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يحفون به يحيطونه من كل مكان ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم ويحفون به ويحفون به إنهم يحولون فيما بينه وبين الأخطار والأضرار التي يتوقعون وصولها إليه هم هم يستقبلون تلك الأخطار والأضرار يحفون به يحيطون به قطعاً هذا المعنى نسبي هنا وهذا الحديث قرأته عليكم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس ما جاء مروياً عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبرنا عن أحوال قبر الحسين في قادم الأيام في زمان قريب من عصر الظهور الشريف كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره أحاطت به من جميع الجهات إنها كثرة متكاثرة وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره أعتقد أن المعنى صار واضحاً حينما نقرأ في الدعاء ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ تأم الملأ تأم العالم فلابد من كثرة متكاثرة حوله حتى تحف به إنه التيار الفكري العقائدي المجتمعي الذي يتهيأ قبل ظهوره الشريف هو هذا الذي سيحف به الذي سيكون أقرب إليه من سائر المجموعات الأخرى إنه التيار الذي يفترض فيه أن يكون على المنهج اليماني أو على المنهج الذي يكون أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصري ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ تيار حقائدي فكري يماني مجتمعي هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف هؤلاء في النجف جهال لا يفقهون شيئا من حقائق هذه النصوص أتعلمون لماذا لأنهم انتهجوا منهج النواصف في فهم النصوص هذه النصوص لا تفهم إلا من خلال موسوعية في هذه النصوص في حفظها وتحقيقها ودراستها إلا من خلال منهج لحن القول إلا من خلال معاريض كلامه إلا من خلال قواعد المنطق العلوي في التفهيم دققوا النظر في هذه العبائر مرة أخرى ستجدون ما ذكرته لكم ينطبق انطباقا كاملا على هذه العبائر هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى في الغيبة هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى في الغيبة متى نرد مناهلك الروية فنروى في الطريق إليك في الغيبة وما بعدها القرينة واضحة فقد طال الصدى طال العطش الشديد إنها الغيبة الطويلة متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينه هؤلاء الذين يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر لماذا قال الدعاء من أن الإمامة نشر لواء الناصر ولم يقل من أن الإمامة نشر لواء الفتح لأن لواء الفتح سيكون في آخر الأمر في أول الأمر إنه لواء النصر أتعلمون ماذا تعني كلمة النصر كلمة النصر تعني أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه ربما ربما شع استعمال كلمة النصر في زماننا لكل انتصار عسكري لكل انتصار معنوي النصر لكل ولم يأخذ أن المظلوم ولم يأخذ حقه من ظالمه لواء النصر هو لواء ثارات الحسين من هنا فإن سورة النصر سميت بسورة النصر لأنها سورة الحسين إذا جاء نصر الله والفتح هناك نصر وفتح النصر هو النصر الحسيني لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل ولكن الدعاء ذكر لواء الناصر وما ذكر لواء الفتح لأننا نتحدث عن بداية مرحلة الظهور وعن نهاية عصر الغيبة الطويلة الذي انتهى عند هذه العبائر متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هنا انتهى زمان الغيبة متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر هذا هو لواء الثأر لواء النصر لواء الثأر وما هو بلواء الفتح الفتح النصر الكامل الغلبة الكاملة أما النصر فإن المظلومة يأخذ حقه من الظالم متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ نحف بك نحن الجمهور ونحن القاعدة الجماهيرية التي تنتظرك يا بقية الله من هنا أقول لكم بادروا بادروا إلى صناعة تيار جماهيرية بغض النظر أدركنا عصر الظهور أم لم ندرك عصر الظهور فهذا التيار سيتسع ويتولد منه تيار أكبر في الأجيال القادمة سارعوا يا شباب الشيعة الفرصة مؤاتية صدقوني الفرصة مؤاتية مؤاتية جدا سارعوا لصناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي اشتغلوا على الاثنين معا بكل جهودكم أنتم كثيرون صدقوني كثيرون أنا لا أقول هذا الكلام افتراضا أنا أقول هذا الكلام عن علم وعن متابعة وعن دقة في المعلومات أنتم كثيرون لا أتحدث عن بلد بعينه حيث ما كان الشيعة أنتم كثيرون تواصلوا إذا كنتم في بلد واحد يمكنكم أن تتواصلوا بسهولة على أرض الواقع أن تتواصلوا تواصلا حسيا وإذا كنتم في العديد من البلدان تواصلوا عبر العالم الافتراضي بادروا إلى نصرة إمام زمانكم لا شأن لكم بما يدور حولكم من الأوضاع السياسية أو من الصراعات الدينية أول شيء تعلموا العقيدة السليمة والأمر الآخر بادروا للتواصل فيما بينكم بقدر ما تستطيعون أقولها لكم وحق الزهراء البتول هو هذا الذي يريده منكم إمام زمانكم هذا هو الذي يريده صاحب الأمر أن تنالوا العقيدة السليمة وأن تشكلوا تيارا مجتمعيا عقائديا فكريا ممهدا في الوسط الشيعي لظهور إمام زماننا أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور فإننا نشكل أرضية سليمة تحافظ على العقيدة السليمة مثل ما أسعى في أن أضع لكم حدودا للعقيدة السليمة من خلال مصادرها الصحيحة عليكم أن تسعوا أيضا لحماية هذا الفكر لا في كتاب ولا في برنامج تلفزيوني كما أفعل وإنما في واقع مجتمعي وكذلك في واقع افتراضي لأن الواقع الافتراضي صار اليوم جزءا من حياتنا فعليكم أن تعملوا على مستوى الواقع الخارجي على الأرض وعلى مستوى الواقع الافتراضي الألكتروني وإلا فإن العمل سيكون ناقصا العمل على الواقع الأرضي الخارجي سيكون ناقصا من دون العمل على الواقع الافتراضي وكذاك هو العمل على الواقع الافتراضي من دون أن نجد له كياناً واقعياً خارجياً على الأرض سيكون عملاً ناقصاً لا فائدة فيه الصورة واضحة تدبر في دعاء الندبة هذا الدعاء يفترض أن يقرأ في كل جمعة يعني أن الإمامة الحجة في كل جمعة يطالبكم بصناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي وإلا كيف ستتحقق هذه المضامين أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ إلى هنا ينتهي الجزء الأول من رسالة قناة القمار إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة ممن يشاهدون برامج القناة ويتابعونها نلتقي غداً إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله شكراً للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة